تبقى في الشأن الشرق الأوكراني حيث أعلنت قيادة عمليات القوات الأوكرانية الموحدة أن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح متفاوتة في مناطق الصراع بإقليم الدنباس ووفقا لمتحدث عسكري فأن قوات الاحتلال الروسيين تهكت وقف إطلاق النار خلال الساعات الأخيرة 22 مرة باستخدام المدفعية وقذائف الهون أغلب الاسترزازات سجلت في المناطق الواقعة باتجاه دانيتسك استمر القتال بشكل رئيسي في أفديفكا ومريوبول حيث قامت القوات الأوكرانية بصد الهجمات بشكل فعال وفقا لاستخباراتنا فإن أربعة مسلحين تابعين للعدو قتلوا خلال اليوم الماضي واليوم هاجم المسلحون مواقعنا عدة مرات ولحسن الحظ لم تكن هناك أي خسائر ترجمة نانسي قنقر